نسي منتخبنا الوطني ونروح بقى لكأس العالم للأندية كأس العالم للأندية لكل الأهلوية بينتظروا إن شاء الله يوم 5 فبراير بعد أيام قليلة ولقاء مهم جداً أمام منتيري بس النادي الأهلي سفرت مبارح لاستعدادات بدأت من النهاردة النهاردة فيه تركيز كبير في كل البعثة تدريبات كانت منذ قليل كل اللعيبة مستعدة كل اللعيبة إن شاء الله عايزة تعمل حاجة رغم الظروف الصعبة اللي يبر بيها النادي الأهلي آه ظروف صعبة عندنا فيه لعيبة متواجدة في منتخب مصر ودايماً هنقولها هنا في قناة الأهلي وكل المسؤولين النادي الأهلي هيقولوها مصر أولاً قبل النادي الأهلي حتى لو الموضوع ده تكرر ألف مرة في الألف مرة لعبة النادي الأهلي هتروح منتخب مصر آه عندنا ظروف صعبة عندنا لعيبة مهمة موجودة مع منتخب مصر عندنا إصابات عندنا فيروس كورونا اللي بيضرب في كل اللعيبة دلوقتي تلاقي نفسك إيجابي دلوقتي بعد عشر ده بتلاقي نفسك سلبي بتلاقي بعد عشر ده إيجابي آه كل الظروف صعبة لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في كل لعب النادي الأهلي كان فيه النهاردة تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي النهاردة كابتن محمود الخطيب ليه تصريحات مهمة جدا عايز أبتدي التصريحات بأول حاجة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهو بيشكر أو بيوجه الشكر والتحية لدورة الامارات الشقيقة على الاهتمام وحفاوة الاستقبال ده مش غريب بالمناسبة على دولة كبيرة ودولة عظيمة زي دولة الامارات كل ما يروح النادي الأهلي ويكون متواجد في الامارات دايما بنشوف حسن الاستقبال وحسن الحفاوة هناك من كل الاماراتيين وكل الشعب الاماراتي بارح كان فيه استقبال كبير جدا لبعثة النادي الأهلي علشان كابتن محمود الخطيب بيوجه الشكر لبعثة أول دولة الامارات شفنا كمان من كم يوم من أيام قليلة كابتن محمود الخطيب لما كان بياخد جايزة النادي الأهلي أو جايزة محمد بن راشد في الإبداع حسن استقبال وحفاوة كبيرة أيضا لكابتن محمود الخطيب فده مش غريب على دورة الامارات الشقيقة شايفين طبعا بعض من جماهير النادي الأهلي فيه استقبال امبرح بعثة النادي الأهلي وكل لعب النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وهيكون بالمناسبة يوم 5 فبراير أول مباراة أمام مونتيري هيكون فيه جماهير مصرية تملى كل الاستاد وفيه دعم ومؤذرة كبيرة لكل لعب الناد الأهلي الحاجة التانية في تصريحات الكابت المحمود الخطيب النهاردة اللي أنا وقفت عندها برضو أو هنقف عندها قال النسيقة كبيرة في لعب الناد الأهلي اللي هيشاركه في البطولة وأي لعب يرتدي تشيرت الناد الأهلي في أي مناسبة مهما كانت الظروف هيبزل أقصى ما لديه وأن الهدف من المشاركة سيكون ذات الهدف في المرات السابقة